بالسعودية أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالطيف الشيخ تعميما لكفة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لرمضان حيث جاء في البيان الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كالآتي التأكيد من الأئمة والمؤدنين الانتظام التام في عملهم الالتزام بموعيد الأدام ومراعاة أحوال الناس في صلاة الترويح أهمية قراءة بعض الكتب المفيدة على جماعة المسجد وهذا حث المصلين والمصليات على عدم استحاب الأطفال لما يحصل من ذلك من التشويش على المصلين ويفقدهم خشوعهم ومنع إقامة خيام إفطار الصائمين داخل المسجد خلال شهر رمضان ومنع استخدام كاميرات المسجد في تصوير المصلين خلال شهر رمضان وأيضا عدم نقل الصلوات أو بثها في أي موقع وكذلك يمنع منع بثا شمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر